إذا كانت أسلم تتجوز كيف تعرفت على الإسلام كيف أسلمت حبيت الإسلام حبيت الكرآن حبيت الدين شفت الطهارة شفت الحلو حلاوة شفت الدين الإسلام مفيد وكويس حمد لله يعني بحكم اختلاطك أنت بلبنان أكيد مع ما حدا جبرني أنا ما أسلمت لم أصلحة أنا أسلمت حبا بالدين أقرب الناس لك بعد الإسلام حاول أنهم يردونك أو شيء طبعا أهلي حبوا ردوني قالوا لي إذا كان رجعت من إحضاني إذا ما رجعت أنت كفر علينا ما منعرفك بس قطعتهم بقى قطعتهم ما حاولت أنك تلجأين للسفارة لا أيام الخليج قالوا لي في آخر تيارة طال على فرنسا أنت فرنسي لازم ترجعي بالحرب ترجعي على بلدي قلت لهم أنا ما بارو على بلدي بدي موتوني مع الإسلام أنا سمعت يعني من خلال بحثي قبل لأجيكي هنا أنه كنت تحلمين بالمشاعر المقدسة كنت كل يوم بعض يوم أشوبي ما نمو أن أنا بتوف وبصع حوالي الحرم كل يومين ثلاثة أشوف أن أنا بتوف وبصع وبعيط وطبعا ده خليني أترابط بالدين الإسلام أكتر وأكتر أنه ده دين حلو ودين محترم لازم أنا أعمل مثل ما هو عم بيطلب مني ربي لما شفت الكعبة وشفت المشاعر المقدسة بمنامك الأولي رح يجيكي سعادة سعادة المفسريني طبعا تقول لك أنه راح تنساعدين بحياتك وراح تستاقيمي في السعودية أنا صار لي 35 سنة هون عمر تاني عمر تاني لو تكلميني 35 سنة من حياتك في المملكة العربية السعودية كيف قضيتها يا؟ كانت حلوي جدا وأفتخر أنه أنا عاشت في السعودية وأموت في السعودية أحبها كتير كتير الحمد لله ربنا أداني كل سعادة في السعودية ولسه أنا عايشة في السعودية الحمد لله أداني كل سعادة في المملكة العربية سعادة في المملكة العربية سعادة في السعودية